حصلت الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية وعلى المركز الأول عالميا في قطاع حوكمة المحاجر وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي برامجيات إزري لنظم المعلومات الجغرافية الذي يعد أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية وخلال هذه الاحتفالية التي نظمها معهد نظم الأبحاث البيئية العالمي ألقى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات ألوى أركان حرب عبد السلام شفيق ألقى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مقدما الشكرى والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية في دعم الشركة للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية كما أشار إلى الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم وتشجيع جهود الشركة التي تكللت بالحصول على تلك الجائزة